السيد مراد أباد مستشار لدى المدير العامل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر سيد الفاضل مرحبا بك معنا أهلا بك سبحانك صباح الخير ونشكركم على الدعوة إذن ونحن نتحدث عن هذه الاتفاقية التي تجمع كل من وزارة التضامن مع وزارة السيحة الهدف اليوم هو مشاركة هذه الحرفيين والذين يقومون بمجموعة من الصناعات التقليدية في الإنعاش الاقتصادي نعم كما تفضلتم سيدتي هذه الاتفاقية هي اتفاقية بين قطاعين همين هما قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضاء المرأة وكذا قطاع السياحة وصناعة التقليدية والعمل العائلي الهدف الأساسي من هذه الاتفاقية التي تدخل في إطار عملية التضامن الحكومي يعني عملية الشاركة والتعاون بين مختلف القطاعات الوزارية يعني الهدف الأساسي من هذه الاتفاقية هو تطوير وترقية نشاطات الحرفية ونشاطات الصناعة التقليدية ونشاطات العمل العائلي بين القطاعين الوزاريين لا سيما عن طريق جهاز القرض المصغر الذي هو جهاز يعني بإنشاء مؤسسات مصغرة أو نشاطات مصغرة وهو حيث التنفيذ منذ سنة 2005 وهو يرافق كل القطاعات الانتاجية والقطاعات الخدماتية بما فيها قطاع الصناعة التقليدية والحرف طيب يعني اليوم مباشرة بعد هذا الاتفاقية ستطبق يعني هي الفرصة للحرفي ربما في وقت سابق أن نستطيع أن القول أن هذا الحرفيين الصغار كانوا يلقوا مشاكل من أجل الترويج لمنطجاتهم أو الحرفي نعم الهدف الأساسي من هذه الاتفاقية هو يعني لكي نسعى كقطاعين شركين أن نحل كل المشاكل التي يعني قد تواجه هؤلاء الحرفيين أولاء أصحاب يعني ممارسين الصناعة التقليدية يعني أن طريق تنفيذ الفعلي على المستوى المحلي والمستوى المركزي لهذه الاتفاقية من بين أهدافها أن وضع فضاءات كما تفضلتم وضع فضاءات على المستوى مؤسسات الفندقية والمؤسسات السياحية لفائدة هؤلاء الحرفيين الذين استفادوا من قروض مصغرة وأنشأوا نشاطات مصغرة على مستوى هذه الفضاءات لكي يقومون بالتعريف والتسويق بمنتجاتهم وكذلك بمجمع الاتفاقية سيتسنى لهؤلاء الحرفيين أو أصحاب النشاطات التقليدية أنهم يشاركوا في المعارض شتى المعارض والصالونات لينظمهم شتى القطاعين سواء قطاع التضامن الوطني أو قطاع الصناعة التقليدية والحرف والعمل العائلي وكذلك تبادل الخبرات بين القطاعين تبادل المعلومات بين القطاعين ضامن تكوين للمؤطرين الذين يؤطرون هؤلاء الحرفيين أو أصحاب الحرف وكذلك ضامن تكوين للحرفيين في نشاطاتهم يعني عبارة عن مجموعة من الأهداف اللي بمجابها نحاول أن نحل كل المشاكل الميدانية اللي قد يتواجهها الحرفي وكي نسمح له أنه يعرف من توجه وهدف آخر أنه أساسي وهو يعني العرب خموسيا هو الترقية الإنتاج المحلي لكي يعاوض المواد اللي كنا نصدروها من قبل حاليا إن شاء الله لا سيما بخصوص صناعة تقليدية هذا الاتفاقية رح تساهم بشكل فعال لكي يتسانل هؤلاء الحرفيين أنهم يعرفوا بمنتوجهم ويسوقوا بمنتوجهم ويرقيوا المنتوج المحلي اللي هو من حيث الجودة لا سيما في صناعة تقليدية يعني يتعدى بكثير المنتوج الذي يستورد من الخارج يعني اليوم نتابع أنه أتواجه الحكومة في العديد من القطاعات سيكون بعيد عن التصدير اليوم الحرفيين اللي موجودين في الجزائر بإمكانهم أنه يعني بإمكان أنه نتفدوا التصدير فقط بالأعمال تحهم نعم كما قلت لك الهدف الأساسي في إطار هذه الاتفاقية أنه نرافقهم خاصة نحن يعني كقطاع تضمو الوطني ممثل من طرف الوكالة الوطنية لتسهير القرض المصغر في إطار الخدمات الغير المالية ليقدمها جهاز القرض المصغر إلى جانب القرض وكذلك الحوافز الجبائية والخدمات المالية هناك خدمات غير مالية لا يستهانوا بها وهي عندها قيمة كبيرة قبلها أثناء وبعدها إنشاء المشروع التي تتمثل في النصح تقديم الاستشارة تقديم المرافقة الدائمة لأصحاب المشاريع قبلها أثناء وبعد نشاطاتهم بما فيهم لأصحاب الحيرف والصناعة التقليدية والذين ينشطونها في العمل العائلي بموجب هذه الاتفاقية نحاول أن نرافقهم ونحاول أن توقعوا كل المشاكل التي قد يعانيوا منها أثناء ممارس نشاطاتهم عن طريق الإطارات المحلية لكلا القطاعين سواء قطاع التضامن الوطني ولا قطاع السياحة نحاول أن نحللهم كامل المشاكل تحهم المشكل الأساسي هو كيفية التسويق المنتج تحهم نركز على هذه النقطة ذكرت أن مشاكل يعانوا منها الحيرفيين نركز على أبرز المشاكل والعرقيل التي يتعرضون لها نعم المشكل الأساسي الذي قدت لك هو الحيرفيين اللي ممكن زملائنا في قطاع السياحة هم أدرى منا على المشاكل هذه لكن حتى احنا كقطاع تضامن عن طريق جهاز القرد المصغر بموجب الخبرات تعنا مع هذا الحيرفيين تقدرنا أن نعرفوا المشكل الأساسي الذي هو التسويق نحن بنسبة لنا كقطاع متعودين من سنة 2005 ونشاركوهم معنا في شتى المعارض والصالونات اللي نقوم بهم سواء على المستوى الوطني ولا على المستوى المحلي يعني رقم ممكن نذكره هو أنه خمس يعني واحد على خمسة خمس مستفيدين من القرد المصغر لحوالي 18% من عدد المستفيدين هم حيرفيين ويعني في صناعة تقليدية نحن ناظرا لهذا الرقم يعني 922 ألف نشاط مصغر فيه 18% منهم هم حيرفيين وأصحاب نشاطات صناعة تقليدية نعاونهم وقلت لك هذه الاتفاقية فيه بند أساسي في هذه الاتفاقية أنه سيتم تخصيص فضاءات لعرض وبيع كمن جديد سيد مراد إذن كنا توقفنا عند النقطة التي تتعلق بفتح الفنادق والمركبة السياحية للحيرفيين من أجل الترويج لمنتجاتهم يعني اليوم هذه العملية ستتم عن طريق البيع والشراء هذا ما سيسهل عليهم أكثر يعني عملية كما قلنا الترويج لمنتجاتهم نعم إلى جانب كما قلنا إلى جانب المعارض التي تقام من طرف القطاعين سواء قطاع التضامن الوطني على المستوى المركزي ولا المحلي وكذلك المعارض التي تقام من طرف قطاع السياحة والصناعة التقليدية على المستوى المركزي وكذلك المحلي عن طريق غرف صناعة التقليدية والحيرف على المستوى المحلي بموجب هذه الاتفاقية سيسمح للحيرفيين وممارسين نشاطات صناعة التقليدية الذين يستفادوا من قروض مصغرة لإنشاء نشاطات مصغرة في إطار جهاز القرض مصغر سيسمح لهم بوضع لفائدتهم فضاءات على مستوى الفنادق وكذلك المركبات السياحية التي هي تحت وصاية وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي لكي يعرفوا بالمن تشتحهم وكذلك يسوقوا المنت تشتحهم لأنهم ما ننسوش أنهم استفادوا من قروض من عاتقهم أنهم يسدوا هذه القروض وكي يتسنى لهم أنهم يسدوا هذه القروض سواء للبنك أو للوكالة الوطنية السياحة المصغر لازم عليهم أنهم يعرفوا بمن تشتحهم ويسوقوا المنت تشتحهم لهذك الناس اللي يقصدوا الفنادق والمركبات عندما يسوقوا المنتوج عندما يحلوا مشكلة التسويق المنتوج يقدروا يكملوا ممارسة نشاطهم بدون أي مشكلة وكذلك يسدوا القروض التحهم بالنسبة للبنك أو لا بالنسبة للوكالة والوكالة الوطنية التي تسير القروض المصغر التي هي تحت وسائط وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضية المرأة هي الجهاز الوحيد الذي يرافق الحرافيين وممارسي الصناعة التقليدية عن طريق المادة الأولية لأن الحرافيين معروف أنهم الآليات التحهم لزوتي التحهم لزوتي دوة بروديكشون هم أجهزة باسيطة جدا وهما المشكلة الأساسية التحهم هما بحاجة إلى مادة أولية الجهاز القروض المصغر يسمح عن طريق نمط من التمويل وهذا سيتينفوميل دوفينوسمو أدابت لهذا الحرافيين عبارة عن نمط تمويل ملائم لهذا الحرافيين يسمح لهم أنهم يشريوا إلا المادة الأولية لإعادة بعث نشاطهم لهم بحاجة إلى مادة أولية لكي ينتجوا منتجات ويسوقها طيب بالنسبة لعملية التسويق للمنتجات قلت بالإضافة إلى المعارض ستكون في انتظار أن تدخل حيزة الخدمة مفروض أنه يكون اليوم سيكون كذلك عبر الفنادق المركبة السيحية في رأيك هل سيكون اختلاف بين المعارض والفنادق السيحية من خلال تسويق الحرافي لمنتجاته؟ أنا رأيك ما يكونش اختلاف لأنه نفس الأشخاص اللي يقصدوا المعارض اللي يقصدوا المعارض اللي ينظموها كقطاع يعني تضامن ولا قطاع السياحة على المستوى الوطني ولا المستوى المحلي ولا يعني الفنادق ممكن يكون يعني اختلاف صغير إذا كان الفنادق هذه والمركبات إذا كانت تستقطب الأجانب إذا كانت تستقطب الأجانب نعم يكون فرق في هذا النامط أنه هذه المنتجات ستسمح يعني هذه الحرافيين هذا النامط سيسمح للحرافيين أنهم يسوقوا المنتجات تعهم هنا يدخل يعني يستسمحك فيطار يدخل تسويقه في ذات الوقت التعريف بالمولوط والمنتوج المحلي نعم لأنهم لو كنا نشوفوا المنتجات اللي رامي ينتجوها هذه الحرافيين يعني عبارة عن منتجات من التوراث منتجات يعني تعرف كثير بالهوية الوطنية لكل مناطق يعني شمال الجنوب والشرق والغرب يعني عبارة عن منتجات مختلفة مثلا صناعة الفخار في الشمال ليست كصناعة الفخار في الجنوب ولا في الشرق ولا في الغرب يعني بالطبع هذه الطريقة رح تسمح لهم كذلك يمكن نذكره إحنا كوكالة كقطع تضامن عن طريق البوابة الإلكترونية للوكالة الوطنية السياقة المستغرة عندنا يعني فضاء خاص بالتعريف إلى جانب يعني كل هذا التدابير اللي جات بها الاتفاقية عندنا يعني فضاء خاص عن طريق البوابة الإلكترونية يسمح لذين بما فيهم يعني الحرافيين وممارسي الصناعة التقليدية لاستفادهم من القرود المستغرة يسمح لهم أنهم يتدرجوا للمنتجات تحوم ويعرفوا بها ويسوقوها يعني مجانا بدون دفع أي مبلغ مالي يعني عن طريق الفضاء الإلكتروني وهذا تحفيز لهم تحفيز لهم نعم وهذا كما قلت لك دائما يدخل في إطار الخدمات غير المالية طيب خليني نسق سيك بالنسبة لي قلنا أنه دائما الفنادق ستكون تفتح للحرافيين نتكلم عن الحرافيين على المستوى الوطني مثلا اليوم نعلم أنه هناك ولايات ليست فيها يعني فنادق أو خدمات بالمستوى يعني هل ربما سنشهدوا تبادل أو حرافيين مثلا في الجنوب يمكن أن يعرضوا منتوجتهم هنا في العاصمة أو مثلا في منطقة القبائل أو حتى في شرق الوطني كون تبادل نعم بالطبع نحن هذه العملية تتبادل نحن كقطاع تظامن نقوم بها في إطار المعارض الوطنية والمحلية يعني عندما ننظم معارض وطني مثلا في العاصمة ما فيش إلا مستفيدين تعالقرض المستغرم العاصمة فيه 48 ولاية وعندما كذلك ننظم معارض جهوي مثلا في غردايا يجو يعني لنعرضه المستفيدين ولا الحرافيين طيب هذا بنسبة للمعارض لكن ماذا عن الفنادق ممكن شوفوا حرافي من خارج منطقة معينة ويعرض منتوجاته في فندق بمنطقة أخرى نعم دائما في إطار الاتفاقية وفي إطار كما قلنا تبادل الخبارات وتبادل المعلومات نعم هذه الاتفاقية إن شاء الله ستسمح للحرافيين في منطقة ما أنهم يتنقلوا إلى مركب ما أنهم يعرضوا يعني في مدة زمنية محددة أنه يعرض مدة زمنية ومبعد يخرج هو ويجي زميلته يعني يزيد يعرض وهي رايحة في إطار دائما في إطار التنفيذ الميداني للاتفاقية اللي راح يوقف عليها يعني فيه لجنة وطنية هنا على المستوى المركزي وكذلك فيه لجنة محلية على المستوى كل ولاية اللي راح توقف على التقييم ومراقبة ويعني مادة تنفيذ هذا الاتفاقية على المستوى المحلي طيب ناحية التكوين الشرط قبل قليل أنه سيكون التكوين بالنسبة للحرافيين كيف سيتم ذلك أو كذلك من أي ناحية سيتم التكوين نعم هما كين نمطين من التكوين هو كين التكوين التقني الذي هو لفائدة الحرافيين هذا النمط من التكوين تنظم يعني غرف الصناعة التقليدية والحراف يعني قطاع الصناعة التقليدية وهو لنظم هذا النمط من التكوين لفائدة الحرافيين ويعني ممارسي الصناعة التقليدية وكذلك كان نمط آخر من التكوين لموجه للإطارات تقع الوكالة الوطنية تسيرق المصغر لإطارات قطاع التضامن الوطني الذين يقومون بمرافقة هؤلاء الحرفين يعني التكوين في الماناجمينت يعني كيفية مرافقة هذه الحرفيين وكذلك هناك نمط آخر من التمويل ليستفادون منه دائما الحرفيين عن طريق المؤطرين تعقل تأثيرا تضامن هم إطارات في الوكالة الوطنية تسيرق المصغر يعني التكوين في كيفية إنشاء وتسيير نشاط مصغر لأنه نشاط مصغر يتطلب روح المقاولاتية ولكي ينمي روح المقاولاتية في صاحب المشروع أو طالب القرد لازم نضمنونه تكوين قبل الاستفادة من القرد وهذا التكوين كيفية تسيير مثلا الموارد البشرية كيفية تسويق المنتوج كيفية مسك المحاسبة البسيطة نقول محاسبة بسيطة نظرا لقيمة القرد لأنها عبارة عن قروض صغيرة الحجم ليست بقروض كبيرة لتعدى مليون دينار جزائري هذا كل الأنماط من التكوين ستسمح للمستفيد ولا للحيرة في أنوي مارس أعود من جديد لضيف سيد مراد أباد إذن في الختم حتى أنه استمعنا لكلمة الوزيران يعني التسويق والدعم اليد العاملة الجزائرية هي أبرز النقاط ربما في الختام نعم كلمة الأخيرة لك تفضل نشكركم على الاستضافة نشكركم على مدى اهتمامكم بهذا النوع من الشاركات بين قطاعات الوزيرية ونحن كقطاع التضامن الوطني نتمنى أن هذه الاتفاقية ستجيب لابنة جديدة يعني تكون أثر إيجابي للمستفيدين من الحرفيين وممارسي الصناعة التقليدية وكذا النشاطات العائلية المستفيدين من قلد المصغر إن شاء الله تكون عندهم استفادة جديدة ويكون عندهم أثر إيجابي وإن شاء الله يعني راحين كقطاع تضامن نبلغوها لكل المديرية المحلية في إطار عملية توعية وتحسيس أن نبلغوها لكل مديرية لكي ننطلقوا إن شاء الله في التنفيذ تحافي أقرب الآجال إن شاء الله ونشكركم على الاستضافة العفو هذا واجبنا سيد مراد وبد مستشار لدى المدير العامل الوكالة الوطنية لتسيير قرد المصغر نشكرك من جديد على حضورك معنا